رئيس السيسي يواجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية السعودية تستقبل طلاع الحجاج من خارج المملكة للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا زيلانسكي يتهم روسيا بالسيطرة على ألف تجامعات السكنية الأوكرانية وموسكو تكشف عمل منظومة فالنتاين الإلكترونية الثالثة في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيت نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو المتوازن يعالج شواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير العدل المستشار عمر مروان وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص سياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية وخلال الاجتماع استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقادي المتعلقة بالأسرة واستعرض كذلك الجهود المبدولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح وسام يخصص للسادة الرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لإسم من توفى منهم تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى وسام القضاء المصرية كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائية تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبدولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر مايو الماضي وذلك من خلال التقرير المقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة حسام المصري وأثنى مدبولي على الجهود المبدولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير رعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى ودويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكن لهم تنفيذا للتوجهات الرئاسية وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 400 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 37 طن مواد غدائية وغير غدائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 27 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 6 أطنان أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 628 قضية من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 92 طن أقماح محلية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود رابط إلكتروني يدعو المواطنين لتسجيل بيانتهم للحصول على رحلات حج مجانية وأوضح المركز الإعلامي أن الرابط مزيف مشيرا لأنه قد تم الانتهاء من قرعة الحج 2022 وموضحا أنه يمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام لاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابعة للوزراء هذا وقد استقبلت السعودية طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا وتستعد السعودية لسماح لنحو مليون مسلم بأداء الحاج هذا العام من داخل المملكة وخارجها كما أعلنت في إبريل الماضي وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2.5 مليون حاجة لكن بعد تفشي بايروس كورونا في عام 2020 سمحت المملكة لألف شخص فقط من حجاج الداخل بأداء الفريضة قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى 60 ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة أفادت مصادر محلية يمنية بسقوط قتلى وجرح جرى اشتباكات بين عناصر تابعة لقوات الحوثي بمنطقة تعز وأوضحت المصادر أن الاشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر من القوات الحوثية تم استقدامها بدلا من العناصر الحوثية من أبناء منطقة الهشمة شمال مدينة تعز أفاد مصدر أمني عرقي بإبطال مفعول ستة صواريخ في محيط حقول القيارة النفطية بمحافظة النينوى وأضاف المصدر أن المسح الميدني لقوة حماية حقول القيارة أصفر عن العطور على ستة صواريخ عن طريق جهاز كشف المعادن مشيرا إلى أن القوات الأمنية قامت بتطويق المكان والتنسيق مع فرق الدفاع المدني في نينوى لرفعها أعلنت وزارة الصحة العرقية تسجيل 136 إصابة بالحمى النسفية منذ تفشي المرض في البلاد وقال المتحدث باسم الصحة العرقية سيف البدر إن عدد حالات الوفاة بسبب الحمى النسفية بلغ 23 حالة وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكل صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 36838 قضية تامونية متنوعة من بينها 491 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 12 ألف استوانات وضبط 77 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 361 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 171 قضية بيع السلع التامونية مدعمة في السوق السوداء بمضبوطات بلغت قرابة 15 طن ونصف سلع غزائية متنوعة وضبط 37 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 40 ونصف طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 7339 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر بمضبوطات بلغت ما يقرب من 892 ونصف طن سلع غزائية متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 101 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 909 طن سلع استراتيجية و162 طن مواد بناء إضافة إلى ضبط 13 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزياد من السعر بمضبوطات بلغت 227 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 753 ألفا و569 مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 14 ألف و38 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 641 سائقا منهم كما تم المرور على 1029 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1744 من سائق حافلات المدارس وتبين إيجابية عشر حالات كما تم فحص 1536 مركبة وتبين مخالفة عدد 47 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 1761 سيارة و239 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 56734 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 344243 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائية ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 281 مليون جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1157 قضية من بينها 697 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 436 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمطبوطات بلغت أكثر من 6000 نسخة من كتب أدبية وملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 283 قضية بقيمة مالية بلغت قرابة 550 مليون ونصف جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6249 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 10 مليار و742 مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 16 مليون وتسعمائة وتسعة وثمانين ألف ومائة وثلاثة وسبعين جنيها أكد رئيس الأوكرانية بولودمار زالانسكي أن روسيا سيطرت على 3620 تجمعا سكنيا في أوكرانيا وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد وأوضح زالانسكي أن تلك المستوطنات السكنية تتضمن مدنا كبيرة وبلدات صغيرة وأشار لأنها شهدت تدمارا لدرجة أن العديد منها أصبح غير ملائم للحياة الحضرية لافتا إلى استخدام روسيا حوالي 2500 صاروخ باختلاف أنواعها استهدفت المدن والبنية التحتية في أوكرانيا إلى ذلك دعا زالانسكي رؤساء البلدية الأمريكية إلى قطع العلاقات مع المدن الروسية وإنهاء علاقات الأخوة بين المدن الأمريكية والروسية قال المفاوض الأوكراني ديفيد أرخاميا أن أوكرانيا ترغب في تعزيز مواقعها على الأرض بمساعدة شحينات الأسلحة الجديدة التي تسلمتها من الغرب قبل استئناف محادثات السلام مع روسيا وصرح أرخاميا أن القوات المسلحة الأوكرانية جاهزة لاستخدام الأسلحة الجديدة ومن ثم يمكن بدء جولة جديدة من المحادثات من موقف قوية وقالت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرو دونياتسك الصناعية في منطقة لوهانسك محور هجوم روسي لسيطرة على منطقة دونباس الشرقية كشفت وزارة الدفاع الروسية ولأول مرة عمل منظومة بالنتن للحرب الإلكترونية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وذكرت الوزارة أن منظومة بالنتن تكتشف وتعطل طائرات المسيرة للقوات الأوكرانية وتشوش على مراكز الاتصالات الخلوية ومصادر الإنترنت بمراكز القيادة مشددة على أن المنظومة متفوقة بنحو ثلاث مرات في قدرتها على المنظومات الروسية من الجيل السابق وأنه لا نظير لها حاليا في أي جيش من الدول الأجنبية الرائدة ترجمة نانسي قنقر قالت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها أسقطت طائرة لنقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود وأضافت للوزارة أن الصواريخ الروسية أصابت أيضا مركز تدريب على المدفعية في منطقة السومي الأوكرانية وذكرت أن ضربة أخرى دمرت موقعا لمن قالت إنهم مرتزقة أجانب في منطقة أوديسا أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على جزء من مدينة سيفيرو دونياتسكا في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا وذلك في ظل احتدام القتال مع القوات الروسية وصرح حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايداي بأن القوات الأوكرانية استعادت 20% من الأراضي التي كانت قد فقدتها في سيفيرو دونيسك بينما تركز روسيا جهودها على إحكام قبضتها على مناطق شرق أوكرانيا ولا سيما أقريم دونباس تقاتل القوات الأوكرانية بشراسة في محاولة للدفاع عن سيفيرو دونيسكا المدينة الصناعية التي تعد آخر معاقلها في الشرق السلطات الأوكرانية اعترفت بأن غالبية المدينة باتت حاليا في قبضة الجيش الروسية لكنها لا تزال تقاوم في مسعى لمنع روسيا من إعلان استكمال مرحلة السيطرة على دونباس حيث أكدت كييف أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في سيفيرو دونيسك كبرى مدن دونباس وبعد مئة يوم على اندلاع المعارك في أوكرانيا قد يمكن سقوط سيفيرو دونيسك موسكو من البحث عن مكاسب أخرى على مائدة التفاوض أو تطوير هجومها جنوبا وغربا وتوسيع دائرة عملياتها العسكرية وعلى العكس تسعى كييف للحيلولة دون حسم عسكري في الشرق لتبقي على أوراقها خلال مفاوضات محتملة مع الروس وهو أمر يدركه على الأرجح الكريملين الذي يسعى للزهاب إلى مائدة المفاوضات في هيئة المنتصر قالت وزارة الدفاع البريطانية أن النشاط الجوي روسي لا يزال مكثفا فوق منطقة دونباس الأوكرانية حيث شنت طائرات روسية ضربات باستخدام دخائر موجهة وأخرى غير موجهة وأضافت الوزارة أن الاستخدام الروسي المتزايد للدخائر غير الموجهة أصفر عن ضمار واسع النتاق بالمناطق تيفة المباني في دونباس كما أشارت الدفاع البريطانية إلى أن القوات الروسية في أوكرانيا جمعت بين الضربات الجوية والقصف المدفعية للاستفادة من قوتها الساحقة المحتشدة في دونباس وتحقيق انتصارات على الأرض مؤكدة أن الأمر يمثل عاملا أساسيا في الانتصارات التكتيكية لروسيا في المنطقة ترجمة نانسي قنقر قال رئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون إن من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإهانة حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي عندما يتوقف القتال في أوكرانيا وفي حديث صحقي أضاف ماكرون أنه يعتقد أن باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع ويتحدث الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون مع نظيره روسي بلاديمير بوتين بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في إطار الجهود المبدولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات يعتد بها بين موسكو وكييف جددت المفاوضية الأوروبية ووزارة التجارة الأمريكية ضرورة تعزيز تنصيق المشترك بشأن إنفاذ ضوابط وقيود التصدير على روسيا وذلك من منطلق التعاون بين مجلس التجارة والتكنولوجيا الأوروبي والأمريكية جاء ذلك في بيان للمفاوضية الأوروبية عقب اجتماع بين نائب وزير التجارة الأمريكية والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي ومساعد وزير إنفاذ قوانين التصدير مع مسؤولين أوروبيين وخلال الاجتماع تفق الطرفان على أهمية التبادل المنتظم بشأن تطبيق إنفاذ قوانين التصدير وتوسيع تبادل المعلومات حول شبكات التحويل ودعم التحقيقات وأكد أن بريكسل سوف تستضيف في الأسبوع المقبل محادثات إضافية حول كيفية المضي قدما بهذه المبادرة أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و815 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي وذكرت الوكالة أن نحو 22 ألفا وثلاثمائة لاجئ من أوكرانيا دخل البلاد أمس مقابل 22 ألفا وخمسمائة لاجئ في اليوم السابق عليه هذا ويشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة نطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلادهم يتم بمجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية تواصل الأزمة الأوكرانية القاء ضلالها على قطاعات مختلفة ضمن الاقتصاد العالمية ومن بين أهم تلك القطاعات الأمن الغذائي العالمي الذي تأثر بشكل كبير إثر الأزمة كون أوكرانيا واحدة من بين أكبر مصدر الحبوب وزيت الطهي في العالم للأزمة الأوكرانية تأثير يتعدى حدودها فإلى جانب تأثيرها المدمر على الاقتصاد العالمي أربك الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية إمدادات الغذاء في العالم تعد أوكرانيا أحد مصادر الحبوب وزيت الطهي في العالم لكن إمداداتها انقطعت عن السوق بالسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود وهو ما سبب نقصا كبيرا في الغذاء خاصة للدول الفقيرة التي تعاني بالأساس هكذا وصف منصق الأمم المتحدة المعني بالأزمة الأوكرانية الوضع في حال نقص الحبوب معتبرا أن عدم فتح الموانئ سيؤدي إلى مجاعة وزعزعة استقرار وهجرة جماعية في أنحاء العالم بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة وحلفائها فيلقون باللائمة على موسكو في محاصرة موانئ البحر الأسود التي قامت أوكرانيا بزرع الألغام فيها لمنع هجوم برمائي روسي من جانبها تلقي موسكو باللائمة على العقوبات الغربية ورغم تلك الاتهامات المتبادلة أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن منصق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالمنظمة مارتين جريفس أجرى محادثات وصفت بالبناء مع المسؤولين الروس تركزت حول تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بحسب الرئيس السنغالي ماكي سال وبعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته رئيس الاتحاد الأفريقية فإن بوتين أبدأ استعداده لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تؤثر على أفريقيا بشكل خاص وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى يعني مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية اقتصاديا خاصة فيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية بدأت دول العالم يعني تخطط لتجنب هذه الأزمة كلهم على تديقاته كيف ترى هذه الجهود حتى الآن مساء الخير لحضراتكم هما طبعا التداعيات للأسف خرجت برا نطاق الحدود الحرب بين الدولتين روسيا وأوكرانيا وهذا طبعا منذ بداية العام بالارتفاع الكبير في مستويات الأفعار بالأخص مستويات أفعار الطاقة والسلع والمحاصيل الزراعية ودول من أهم الأمور اللي بيغزى بها الدول في العالم أجمع النهاردة ارتفاعات التضخم في العالم مؤثرة تأثير كبير جدا على كل الدول حتى زي ما حضراتكم تفضلتم بالتقرير أن فيه كثير من المناشدات لبعض من الدول الأوروبية أو حتى روسيا أو أوكرانيا لكيفية تيسير الأمور لخروج السلع والمحاصيل الزراعية من المواني ولكن هذا الأمر طبعا ليس بيسير لأنها سوف يواجهوا طبعا بأزمة مالية طاحنة ليه؟ لأن النهاردة أنظمة السويفت أو أنظمة التحولات المالية سواء لروسيا أو أوكرانيا ليس بالأمر الهين حتى إذا تم الاتفاق مع روسيا أو أوكرانيا أكبر دولتين مصدرين للمحاصيل سوف يواجهوا كيفية تزديد هذه الأموال والنهاردة الجانب الروسي متمثل بسداد الأموال بعملة الروبل والعملة طبعا مش متوفرة لكل الدول في العالم فهيضطروا النهاردة يلجأوا لما بيسمى بالوسيط المالي أو دولة أخرى سواء الصين أو دول تكون ممهدة لاستغلال حركة تيسيرات المالية علشان يقدروا يطفعوا الفلوس ما بينها وبين بعضها للأسف النهاردة بنشوف أن التمويل للحرب بيبعث برسائل أن الحرب دي مبتدة لشهور أكثر من ذلك الناجح والمتفوق في هذه الحروب من يؤدي دوره بالاكتفاء الذاتي لتأمين السلع أو المواد الغذائية والحبوب لكل دول يعني لا حل بديل سواء الاكتفاء الذاتي يعني هناك خطط تدرسها مختلف دول العالم لتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة خاصة مع تعطل سلاسل الإمداد بكل التأكيد وده شق في غاية الأهمية أن سلاسل الإمداد ده إضافة أخرى يعني إذا كان عرفنا نخرج من الأزمة في استداد المالي أو عرفنا نحل المشاكل المالية وزي ما وعدت روسيا وخروج جزء من السلع والمحاطيل من أوكرانيا سوف يواجهوا بعملية الإمداد إزاي حركة النقل النهاردة تكون ميسارة نظرا لارتفاع تكلفة ده بيؤدي برضو لارتفاع مستويات الأفعار وده بيؤدي تكلفة وأعباء مالية على كل دولة ده كمان بيترتب عليه زيادة في عجز الموازنات في الدول النهاردة البنك الدولي وسندوق النقد الدولي بيتكلم إن فيه إحجام في الأسواق المالية العالمية يعني المستثمرين مش عايزين يوصلوا للتمويل يعني يدفعوا تمويلات أو يشتروا سندات ده أزمات بتترتب على الحرب الأوكرانية الروسية في أعتقاضي ما كانش ليس مرتب ليها أو إن كان مرتب ليها من بداية الحرب عجزة القيادات في العالم سواء بقى المؤسسات المالية أو حتى الدول القبرى أمريكا، الصين، الدول الاتحاد الأوروبي إن يكون عندهم نظرة مستقبلية في تحجيم هذا التضخم العالمي اللي نحن بتتكلم فيه النهاردة فاندم بكل الاقتصاديين أو التقارير الاقتصادية بتتكلم إن التضخم هيكون مستمر من جراء هذه الحرب للعام القادم 23 و24 كمان فلنا أن نتخيل إن ارتفاع الأسعار دي هتكون أكثر من ذلك جانب إلى هذا الأمر ارتفاع مستوى المعدل الفايدة في كثير من الدول بما فيهم كمان الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله بينصاق ورهيز الأمر نحن نتحدث نحن نتحدث دكتور مصطفى عن أزمتين تحديدا أزمة الغداء وأزمة الطاقة فيما يتعلق بأزمة الغداء هل يمكن وجود مصادر بديلة دولة مثل بولندا ظهرت على الساحة الآن كدولة مصادرة أيضا للقام هل في رأيك يمكن أن تكون بديلة لأوكرانيا وبالتالي يكون هناك حلول على الأقل لأزمة الغداء خلينا أقول لحضرتك بمنتهى البساطة هل تتخيل حضرتك أن نلجأ لتاجر تجزئة ونترك تاجر الجملة يعني روسيا وأوكرانيا من أكبر المصدرين للسلع والمحاصيل الزراعية تخليلي بولندا هتكون أقل منهم في حركة الزراعة والتصدير ففي دول في العالم بتقولك إلجأي لبولندا ماذا بولندا دي أعبال ما توفي دي الطلبات للمحاصيل الزراعية أو للأمحة أو للدرة للعديد من الدول لذات احتياج هتاخد تقرأ أطول إذن لا بديل عن الاكتفاء دياتي أشكرك جزيلا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاغتصادي أهلا بكم من جديد أعلن جيش كوريا الجنوبية أن سول وواشنطن أجرياتا أول مناورات عسكرية مشتركة تشمل حاملة طائرات أمريكية منذ أكثر من أربع سنوات يأتي ذلك وسط تقرير تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام أجريت في المياه الدولية قبل تجزيرة أوكيناوا اليابانية حتى اليوم السبت بما في ذلك عمليات الدفاع الجوي ومكافحة السفن والغوصات وعمليات الاعتراض البحرية أعلنت شرطة لوس أنجلوس أن ثلاثة أشخاص تعرضوا إلى عملية طعن في قسم الطوارئ بمستشفى جنوب الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا أقالت الشرطة الأمريكية أن المهاجم ما زال داخل المستشفى موضحة أن هناك محاولات لإقناعه بالاستسلام يذكر أن الواجهة الشمالية للبيت الأبيض في واشنطن تضيء اليوم باللون البرتقالي احتفالا باليوم الوطني للتوعية من العنف المسلح يأتي ذلك بعد الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق النار في بعض الولايات الأمريكية ومنها أكبر حادث لإطلاق النار شهدته الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من عشر سنوات في مدرسة بولاية تاكسس أعلنت شرطة البريطانية انتهاء وقعت يساحة الطرف الأغار وكانت الشرطة قد أخلت ساحة بسبب اشتباه بجسم مجبوه وأضافت الشرطة أن حالة تأهب الأمني انتهت بعد وقت قسير ذكر متحدث باسم الشرطة في وقت سابق أن عمليات تفتيش كثيرة تجرى في المنطقة التي تقع على مقربة من مكان سيقام فيه حفل موسيقي خارج قصر باكنج هام في وقت لاحق احتفالا باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابت على العرش ارتطم قطار التلقى في الصين بنهيار طني ما أدى إلى تحطمه ومقتل السائق كما أصيب ثمانية أشخاص عندما خرجت عربتان عن القطبان في ساعة مباكرة من صباح اليوم بعد استضمهما بنهيار طني يشار إلى أن سبب الحادث ما زال قيد التحقيق في وقت أصبحت لانهيارات الأرضية شائعة في المنطقة نتيجة مزيج من هطول الأمطار الغزيرة وتطوير البنية التحتية في المناطق الجبلية تطلق الصين مركبة فضائية غدا تحمل علامات نها ثلاثة رواد إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية غير المكتملة حيث سيعملون ويعيشون لمدة ستة أشهر مع دخول بناء المحطة مراحل متقدمة وقال مسؤولون في وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي إنه من المقرر يطلق الصاروخ لونج مارش اثنين أف حاملا مركبة الفضاء شينشو أربعة عشر من مركز جيو تي وأن الإطلاق للأقمار الصناعية سيتم في ساعة العاشرة وأربعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلية لتكون المركبة الثالثة من بين أربع مهمات مأهولة وسابعة من إجمالية أحد عشر مهمة لأزمة استكمال المحطة الفضائية بحلول نهاية العام الحالي حذر منصق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصمال آدم عبد المولى من التوقعات المدمرة لملايين الصوماليين المتضررين من الجفاف وسط تصاعد مخاطر المجاعة وصرح عبد المولى أن الوضع مروع وكئيب للغاية وأنه سوف يتأثر نحو سبعة ملايين ومائة ألف شخص بحالة الجفاف قبل نهاية هذا العام وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نو خلال الفترة من أبريل إلى منتصف مايو من هذا العام تم تسجيل أمطار خفيفة إلى معتدلة في أجزاء من جنوب ووسط وشمال غرب الصومال أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها أخذت علما بتسجيل أكثر من سبعمائة حالة إصابة بجدر القرد على مستوى العالم من بينها إحدى وعشرون ولاية عفوا من بينها إحدى وعشرون في الولايات المتحدة جاء ذلك في وقت تشير فيه التحقيقات إلى أن المرض ينتشر داخل البلاد وجدر القرد مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس وتشمل أعراضه الحمى وألم العضلات وتضخم الغدد اللينفوية والكشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي الذي يجبه الجدر على اليدين والوجه ارتفع من جديد عدد المصابين بفارس كورونا خلال الأسبوع الأخيرة في البرازيل ما دفع العلماء إلى الإعراب عن خشيتهم من حدوث موجة رابعة من الوباء في البلاد يؤكد علماء الأوبئة عن قدوم موجة رابعة في البرازيل مع اقتراب فصل الشتاء في البلاد حيث أودى الوباء بحياة حوالي 667 ألف شخص منذ ظهوره في مارس 2020 في أسوأ حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت وزارة صحة 7 قوافل طبية ضمن مبادرات رئيس الجمهورية حياة كريمة تبدأ القوافل على مدار اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية وتشمل القوافل محافظات بنسويف الأقصر الفيوم القليوبية قفر الشيخ سهاج وأسيوت وصلت القافلة الطبية التي تنظمها جامعة طنطة أعمالها في مدينة السلوم بمحافظة مطروح ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان للأسر المستحقة وأوضح رئيس جامعة طنطة الدكتور محمود زاكي أن القافلة تشهد لليوم الثاني على التوالي إقبالا كبيرا من الأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لستمائة وتسعةين واربعين مواطنا وإجراء تماني عمليات جراحية في عدة تخصصات بمستشفى السلوم التخصصية ليصل إجمالي عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم إلى ألف ومائتين وستة وعشرين مواطنا وإجراء أربع عشرة عملية جراحية ضمن القافلة التي تأتي بتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء اختتمت اليوم أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب والتي استمرت على مدار يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأعلن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد مائتين وثلاث وستين حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر واجه مجلس محافظ البنك الإسلامي للتنمية في ختم أعمال الاجتماعات السنوية شكرا والتقدير إلى رئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية المصرية للاجتماعات السنوية للبنك وأشهد البنك الإسلامي بكفاءة جميع الوزرات والدوائر الحكومية المختصة بما اتخذته من تدبير ممتازة وما أبده كل الموظفين المنتدبين للاجتماع من تفان وما بدله من جهود طيبة لإنجاح هذا الاجتماع السنوية قامت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بزيارة جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقام بمعرض الأعمال الخاصة يتدالك ضمن فعليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة بشرم الشيخ تحت عنوان بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة وتم خلال الزيارة استعراض موجز عن منظومة الإجراءات في الهيئة ومؤشرات الأداء فيما يخص تطوير الخدمات للتيسير على المستثمرين وخطة عمل الهيئة في ضوء التكلفات الأخيرة لدولة رئيس الوزراء وما يتم من مجهودات لميكنة الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر فضلا عن موقف الأعمال بمشروع المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدت وزيرة تعاون الدولي رانيا المشروعات أن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناقب 27 بمدينة شرم الشيخ ورئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين خلال العام الجاري تؤكد أهمية أن يدار الحوار العالمي حول جهود التنمية من الجنوب إلى الشمال أيضا وليس فقط من الشمال إلى الجنوب وأوضحت أن العام الجاري عام محوري للغاية في تأكيد أهمية تعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك لتغلب على تحديات التنمية جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين تعافي المشترك واستعادة الأولويات والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي إحدى الورش الرئيس للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والدخيرة في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية وأثنى وزير الدفاع على الجهد الذي يبدله رجال إدارة الأسلحة والدخيرة لرفع القدرات الفنية والقتلية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية ودورهم في تطوير الأداء للعديد من الأسلحة والمعدات وتحقيق أقصى استفادة منها وصولا لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتلي لتشكلات ووحدات القوات المسلحة كما طلبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته يواصل معرض الصنع في دمياط للأثاف فعلياته بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة نماذج نجحة من أصحاب المشروعات العاملين في قطع الأثاف للمزيد حول فعليات معرض صنع في دمياط ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل تلفزيون مصري أحمد الحسيني تحاتي لك أحمد وضعنا في صفة أهم الأحداث التي تجرى الآن في المعرض ومدى إقبال الجماهير عليه الملحوظ في اليوم الرابع من فعليات هذا المعرض صنع في دمياط والمقام بقاعة أرض المشروعات أو قاعة المشروعات في مدينة نصر أن هناك إقبال كبير من المواطنين تحدثت مع القائمين على هذا المعرض من جهاز سنمية المشروعات وأكادوا لي أن حجم المبيعات على مدار ثلاثة أيام ماضية وصل إلى أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون جنيه هي حجم المبيعات على مدار الأيام الثلاثة الماضية هذا المعرض الذي ابتتحته الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط في الأول من يونيو ويستمر اليوم في يومها الرابع هو مستمر حتى العشر من يونيو وهو فرصة رائعة للمواطنين لشراء واقتناء منتجات دمياط وخاصة مدينة دمياط للأثاث أو مدينة دمياط الجديدة للأثاث لما فيها من منتجات وعالية الجودة بالإضافة إلى خصومات كبيرة أيضا يقدمها المعرض يعني أقول صراحة أن هذه الدورة من المعرض تعكس تصميمات عالية الجودة وتصميمات أيضا رائعة وأيضا تناسب جميع الأضواق بالإضافة إلى أسعار تنفسية عن مثيلتها في خارج المعرض بالنسبة للمعرض سواء المعرضة هنا في القاهرة أو أيضا في دمياط وبالتالي فرصة كبيرة جدا للمقبلين على الزواج للاستفادة من هذه القصومات التي تزيد عن 25% بالإضافة إلى أن هناك أيضا أرود يقدمها المعرض وهي أن هناك شقك بالكامل يتم تجهزها بمبلغ 48 ألف جنيه إضافة أيضا إلى أن هناك بعض المعرض تقدم عروض تنفسية بحيث أن إذا المواطن سوف يقوم بشراء أكثر من غرفة سوف أيضا يحصل على مزيد من الخصومات من قبل العارضين وأشير في هذه النقطة تحديدا إلى أن العارضين هنا المشاركين في المعرض يحصلون على دعم كبير من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وتحدثت مع عدد من العارضين الذين أعلنوا أو عربوا عن شكرهم وامتنانهم للدولة الذي وقفت بجانبهم حتى يقدموا منتجاتهم للمواطنين بشكل مباشر شكرا جزيلا الزميل أحمد الحسيني كنت معنا من داخل مقر إقامة معرض صنعة في دمياط شكرا جزيلا لك يوافق الرابع من يونيو من كل عام اليوم العالمي لضحايا العنف من الأطفال وذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وتحيي الأمم المتحدة هذا اليوم اعترافا بالألم الذي عانى منه الأطفال في جميع أنحاء العالم من ضحايا الاعتداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة